يعجبني طويل وهي تحبه طويل قصاته على جالي دارت كلش باش ترضيني قحت النهار فاقت الخيانتي وشافت كلش بعينيها سقصاتني قاتلي علاش وش طرت لك وش شفت مني كش ما قصرت معاك من بعد راحت الدارهم وهنا هي غلطت كراحت لأنه أنا اكتشفت نقطة ضعفها باباها باباها ما يحبش كي يغضبوا بناتو وما يحبش حتى يروحوا ضياف كراحت أنا كنت راح نجيبها بلوكيت هديك الكلبة وحبست كلش وكنت راح نراضيها حتى أصبح من هداك جابها باباها للدار مضروبة زرقة كامل وقال لي كيفاش خليتها تجي من بلاد لبلاد وحدها قال لي راني جبتها لك اقتلها الكلبة خارجة من دار راجلها وحدها هنا أنا غاضطني وراضيتها وعطيت لها تليفوني وشريت تليفون حطباقوا لها خلاص نتبدل ومنها خلاص من بعد يا رجعت معايا كما كانت وكتر وانا غير يامات حتى عيضت لي دنيا برقم جديد لأنه الرقم تاحها كنت دير له حضر من بعد بدينا نهضره نورمال ورجعت كتر من اللي كنت وكيشفت باللي ما عندها ما تدير وما عندها وين تروح واللي تغير ندابزو نهضر قدامها في تليفون وزعمت عزكارة وهي تشوف ولا تذبال وما كانش ترجع لي حتى هضرها وما كانش تشكي غير ساكتة ودموعها يوميا ويدان أنا كنت غير نشارشي لها باش نضربها وهي مسكينة والو ما ترجع ليش كامل على بلها ما عندها لمنشكي وما عندها لوين تروح وما عندها بي من تحمى من بعد يا مات نحيت لها تليفون غير باش نشوفها إذا كاين لي سقسي عليها ولا لا لا تليفونها قاعد عندي ومين ذاك تعيد خطها من قولها راني بره وتليفوني تكسر وراني دايت تاحها هي راهي عاطيتني تليفونها حتى نشري واحد وإذا كنت في الدار نعيت لها زوج تقايق تهدر قدامي من بعد خلاص وهكاكو كانت ساكتة وصابرة ومن ذاكينت وحشها ولا تغيتنا غير بزوج كلمات ترضى وترجع عليها من بعد خلاص تأكت باللي ما عندها ما راح تدير وما عندها وين تروح تما وليت نشري لها في البلاء وهي من بعدها قد ما تقدر واحد نهار راحت لدارنا بيتها تم من بعد خرجت مع أخواتي ومرت خوية راحوا للبلاد قداء وقش وصوالح وهي ما طلبتش من عندي دراهم راحت معهم وشرت جبه وماكياج وريحة وجبت معها زريعة وشي بس وشي كوله وهذا صوالح يعني كي جيت كانت فرحانة جبتتهم الكابة تحت وريلي كنت لهم لي نجاوك دراهم قاتلي جبت من دراهمي هي كي كانت تخدمة كانش تصرف من دراهمها وانا ما كنت نحب كانت واش تحب نجيب لها ما تقول لها علش ما قلتي ليش لي يا نعطيك انا قاتلي والله ما حبيت نكثر عليك تم انا كيش غلغرت حسدتها قيت غير نشوف فيها من بعد شفت الشي كوله عندها قاتلي شريتهم وحدي وتضحك قاتلي عيت نسنا في راجلي جيب لي كيما جاب ليش شريتهم وحدي قاتلي واشت قصدي قاتلي نساء رجالهم يتفكرهم شي كوله ورده امتجام يتفكرني ما لا تفكرت روحي وليت نعيط ونكثر عليها في الحس هي خافت قلت لها يتسمى مارك يتقول لي يا انا مش راجل قاتلي لا يهديك وقت اش قلت مارك ش راجل قلت لها لا يهديني تاني علش كتشوي فيها مهبول قاتلي لا لا والله ما قصد اصبر انفهمك انا بديت نضرب فيها وهي تجري تعرب مني بعد حكمتها بين الخزانة والحياة ناحية السبتة وبديت نضرب فيها ويتقول لي خلاص خلاص تعيش خلاص بزاف وتبكي من بعد اهطت في الارض وخبت راسها بيديها وقعدت زيت شوية وخرشت مدار وخليتها رحت عنده وليد عمي قعدت مقصة معاك شغول ما كان والو حتى لوحدها ونص تعلين قال لي نود نودرك ما تزوج ما تقعدش مع العزاب وتخلي المادة موحدها حيش متغرم الجماعة ونط شعلت تليفون قتابة لميساج قادت لي فيه جيب لي معاك فونتولين كان عندها ذيقة وهي اغلبية الوقت شغلت الضايق من الزعاف انا قلت اوف شحل صمتة تخيلوا ما غابطنيش هي مسكينة حتى وبعد اللي درتوا فيها كي تضايقت بعد تليلية ما كاش واحدة اخر تقول له لو كان كنت انسان طبيعي نروح نحضنها نطلب منها اسمح صح لا لا نقولكم مش درت دخلت للدار شعلت هذه المبخارة على بلد درها وزيت وليت نمشي وندير في الفليتوكس في كامل الدار ولا تغيرت السعوة لدرتها ذكارة فيها ما كنتش عارف شعور الناس اللي عندهم الربو وهذاك الوقت ولا يصدرها يصفر ولا تجبت في النفس بالسيف ورح ترقت وخليتها على الخمسات عصباح جيت نموت فيها قاعدة في الارد شواربها بيوضة والله غير بيوضة والاخرين يديها تفارتيها زروقها من نقص الأكسيجين قاتلي تعيش تعيش ديني سبيتر مانيش قادرة تعيش أنا تماخف تكيشفتها هكاك وقلت لو كانت موت يقولوا هو قتلها لأنه الضرب كان بعيد في جسمها قلت لها اللبسين تك ما قدرتش تموض والو ورحتها ناجبت لها غير الحجاب تعصلك لبسته لها ورفضتها وديتها السبيتر وهم قبالة داروا لها لا يغوصون وهديك الحقنة اللي يديروها في العرق وهكذاك وما زلش عليها شدوها يومين بش خرجت وكي رجعت للدار غير شهر ولا حتاجت لها الدنيا للدار قلت لها لا أحبكش يحبني أنا وعمره منساني وعيرتها وراحت كي دخلت أنا للدار بدأتني من الباب قلت لها ديك وقالت عليها كلمة مشي من يحا قلت لي جات لي وحكات لي قلت لي يا هيو يا أنا في حياتك أنا تقلقت منها قلت لها شكو انتي بش شرطي لي قلت لي مرتك قلت لها مرتي اللي هي فرضت روحها عليها وزد راها مدفوع وما شرطتهمش وما شرطت والو قلت لي وكان لقيتي يا لا لا انتي تدفعي فيا وتديني قلت لي علاه هذه حاجة مش يملحها قلت لي أنا حبيتك وتمنيت نعيش معاك نطامي همونيش مدية الحمد لله أنا شبعانة قلت لها ايه كنتي شبعانة وش ما عندها أنا جيعان وعطيتها كف قلت لي والله ما نسمح لك يا الحقار وزد بديت غير نضرب فيها فالول كانت دافع لروحها من بعد طاحت معبلش قعلت غاشات ولواش بيها أنا خرجت بلما نشوف مورايا طلعت لخدمتي العشية على ستة جالية بابا قال اسمح مرتك مراهيش عارفها بلي عيب تشكي مشاكلها ليا معلا بل هاش خطها قعدت عدنا قريب عشرين سنة وما خرجتش سر دارها هذي اليوم جات لدار تشكي منك لي يا أنا ويمك وجدك بعدها من أول مشكل انت علاش ضربتها قلت له هذي حاجة بيناتنا قال لي المهي فهمها بلي سركم في داركم مزيش تدي تشكي لي قلت له ايه بدلت حواجيوها بطلها لدار قبالك شدة بيها كرشها وتمشي محنية عايت تلها قلت له ورحت اليوم قلت لي رحت لداركم وشكيت لي يمك وبابك عليك خطر حقار عن بالك ما كرش لي دافع عليها حكرتني وتبكي رح شديتها مش عارزة ضربتها ولا تقول لي ما تضربنيش كرشي كرشي رحي توجع فيها ما تضربنيش وطاحت كمشت أنا حبست ضرب وخرجت وتاني خليتها طيحة ورحت لدارنا كان وقت العشاء تعشيت في دارنا من بعد يما قلت لي وش بيك انت ومرتك علش ضربتها قلت لي بصح والو ما تعرفش تصبر ما تعرفش باللي كاي مشاكل بين المرأ والراجل علش حنا يعشنا غير المليحة ايه واش صبرنا واش رفدنا على جالكم تحضرك والو ما يصبروش من اول مشكل جات لاحش مال لحياة شكيلنا وبابك قاعد أنا بديت نغلي من الداخل حبيت نروح نقتلها على الهضراء هادي من بعد خرجت عاية الدنيا حكيت لها قلت لي بصح لماذا قتلك ما تضربه هاش الكرش ها من هنا راه مريضة قلت لها ما نش عارف قلت لي بالك راه انسنت قلت لها لا لا هي ما تخبيش عليها لو كانت كانت حامل تقول لي قلت لي لالا باين باللي راهي حامل وراهي كش ما تخطط تحت السواهي دواهي بعد كملنا الهضراء وقعد هاد الكلام يدور في راسي وتفكرتها شحال كانت تقية وبتخبي عليها قلت السواهي راهي حامل ومخبية رجعت للدار في الليل كامل لقيتها راقدة وجهها حمر ومنفخ ومخدتها مشم مخمل بكها وشدة كرش هبيت ديها في زوج زيت اكت باللي راهي حامل قلت لازم نعرفه رحت رقيت قدامها وحظنتها هي فطنة وبدت ترجفك شغل خايفة مني من بعد بدت تبكي قلت لها ما تبكيش سمحي لي معنيش مليها عندي ضغط وتعارفيني نحبك وقعد مسحلة في دمعتها قلت لي انا نحبك ونموتعلك بصح هذه اخر مرة اسمحلك فيها خلاصه هذه اخر فرصة قلت لها ايه خلاص منزشني ومن كترة تضرب وينمسها تتألم من بعد شوية هدت ورقدت بي امان لانها الصح تحبني فجأة ننست الوحش اللي كان رايح قتلها وحظنتني عادي ورقدت كان طلعت لها الحمى راسها سخون نرشع لها فيها وتعرق وحالتها حالة دمها غاضطني وطلو كان تكون حامل وانا راني نقادي فيها هكا دمها جاتني قطعت عهد على نفسي خلاص منزش نضربها ومنزش نهتر مع الدنيا ومنزش ندير على الناس نعاملها غير بالحسنة لانها تستاهل الحسنة صباح غير نظنديت هالطبيب اعطاه لها تحاليل بالزاب اهنا انا مدخلش مع اهل الكشف جاني تليفون وكنت برا رحنا درنا التحاليل درنا برا درنا مع بعض كانت بزا فرحانة من بعد كي وجدوا التحاليل رجعنا للسبيدار القينا طبيبا قدنا لازم يجي طبيب المختص طولنا وحنا نستناه حتى تقلقت قد قدت لي خلي الغدواء انا نجيبهم لما لو خلاص خرجنا وروحنا درنا في واحد الغابة صراحة حتى وانا كنت فرحان ورجعت نحب هاكي من الول فت ويامات وانا كل يوم نستنافيها تقول لي خبر الحمل تحا وما كان والو ما زلها مخبيع لي وكانت راح تشحامل مرة لطبيبة فايد عشر مرات وكانت سقسيها تقول لي والو غير المصرانبرغ راني نموت منو وتبدل الموضوع انا بديت نشك ساعة معلش ما تقول ليش بلي راهي حامل مالا وشترت وروحت عيدت الدنيا ايه هي وحكيت لها تاني هي الخبيثة وش قاتلي قاتلي ما لسر مش يوليدك وراهي حابة تتخلص من ولت لسقوفيك وانا صح فاتت واحد الفترة ما كانش بينتنا علاقة زوجية مالا شكيت ورحت قبال لي هالدار هي من الباب قبالة جاية باش تحضنني يعني هي دايما هكاكي ندخل بتشوفني زعفان طول حتى نضحك باش تطلقني في هادك النهار ما جاتش لي وقيت خلط لقيت وجهها حمر ملبكة فت قبالة لدوشت ووشت من بعدها ملقيتش سرابت في الدوش عايت لها متكلمت ليش مرة زوجواله متكلمتش البست البينوارتحة وخرج لقيتها طايحة بقت غير نوض فيها حتى فطمت من بعدها سقسيتها قلت لعوش بيك